وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة تلقى الطلبات أكد أن لجنة تلقت كل الأوراق وحصرها لإعداد تقرير وإصدار القائمة المبدئية اللجنة تلقت كل الأوراق وتم حصر الأعداد المقدمة وإعداد تقرير إن شاء الله هيعرض على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في حينه لإصدار القائمة المبدئية التي بتبين كل راغب ترشح تقدم بالتسكيات والتعيدات المطلوبة ثم يتم الاعتراض أن وجد فيه اعتراضات ما بين المرشحين لوجود صفة لهم ثم اختيار الرموز والإعلانة على القائمة النهية إن شاء الله